بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأطحى وأكد وزير الدفاع في البرقية استعداد رجال القوات المسلحة الكامل لبدل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسؤوليات المقدسة التي يحملون آمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة والدفاع عن قصية أراضيها كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بهذه المناسبة